اشتركوا في القناة المنتخب الوطني المغربي وهذا ما قاله للجماهير المغربية مدرب المنتخب الوطني المغربي الاقل من 17 سنة سعيد شباء يزف اخبار سارة للمغاربة بخصوص نجم برشلون الاسباني لامين جمال والمنتخب المغربي الرجاء الرياضي يوضح بخصوص الواقع الصحية لمدربه تيوسي مندر الكبير وهذا ما قاله للجميع بعد اجتماعه مع اعضاء الفارق الاخضار محمد بضريق يتخذ اول قراره كرئيس النادي الرجاء الرياضي كشف اللاعب الياس بن صغير متوسط ميدان موناكو الفرنسي لكرة القدم موقفه من مستقبله الدولي والالوان التي سيدافع عنها بحكم انه من اصول مغربية ويحمل الجنسية الفرنسية وقال بن صغير في تصريحات لشبكة بي انسبورت ان فرنسي مغربي محدود بتوفر على الجنسيتين وعن فرص تمتيل فرنسا او المغرب واضاف المتحدد نفسه لم احسن باد في رأيي او قراري اشتغل حاليا بجد حتى اكون جاهزة للحظة المناسبة ودافع الياس بن صغير صاحب 18 سنة على قميس منتخب فرنسا في الفئات العمرية خلال السنوات الاخيرة كما يجمعه عقد بفارق الامارت يمتد الى غاية صيف سنة 2025 ويصار الى ان اللاعب المغربي الاصل خضاء 22 مقابلة مع موناكو الفرنسي في الموسم القروي الجاري تجل فيها اربعة اهداف واضاف الى ثلاثة مريرات حاسمة في جميع المصابقات عبر الدول المغربي طريق سودالي لاعب جينيك البلجيكي عن سعادته بتسجيله اولى اهدافه بعد العودة من الاصابة مبنيا استعداده بالعودة للمنتخب المغربي مبرزا عن ذلك يمثل دفع كبير بالنسبة اليها وقالت سودالي في تصريحه بعد احرازه هدفا في الانتصار على ويتسرلو بثلاثة لواحدة وقع تسجيل هذا الهدف خاص جدا بالنسبة لي لان هدف كل مهاجم يبقى هو تسجيل الاهدافه وتابع ابحث عن ايجاد طريق الى الشباك مرة اخرى في اقرب وقش ممكن لكن يبقى ذلك صعبا عندما لا تلعب لوقش كافينا رغم انني اتدرب كثيرا الا ان الفعال يتحسن باللعب لوقش اطواله واكمل حديثها لقد كان اسبوعا جيدا بالنسبة لي بالامس علمت انه تمت المنادات علي للمنتخب الوطني تلك المكالمة اعطتني اجنحة العب هناك مع اللاعبين مثل حكيمي وزياش ومزروه وهذا فقط يجعلك الافضل واردف حديثه بالقول في المغرب الامر مخشلف عن اللعب لفريقك فنحن نشكل مجموعة متحدة هناك وجودك في المنتخب يعني انك فرد من تلك المجموعة واختتم طريقة سودالي حديثه بالقول تريد دائما اللاعب جيدا مع فريقك من اجل الوصول الى المنتخب الوطني المغربي وعندما تحاقق هذا الهدف تتأقلم بشكل مثالي مع باقي زملائك هناك والتواجد بالمنتخب دفع كبير بالنسبة لي اكد سعيد شبا مدرب المنتخب الوطني المغربي الاقل من 17 سنة ان الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم في تواصل مع النجم الصاعدة لامين يامالا لاعب رديف برشلونة الا ان هذا الاخير اختار في الوقت الحالي اللاعب لمنتخب اسبانيا تحت 17 سنة وقال سعيد شبا في تصريحات اعلامية كانت هناك اتصالات على اعلى مستوى مع يامالا اللاعب ظهر في الفترة الاخيرة منذ سنة تقريبا حيث تألق في سن 14 سنة فقط واختجم حديثه بالقول اللاعب اختار حاليا تمتل منتخب الاسباني لكن تظل امكانية تغيير جنسية الرياضية واردة وتجدر الاشارة الى ان الامين يامالا يشارك حاليا رفقة منتخب اسباني تحت 17 سنة في كأس من اوروبا المقامة في المجر كشف الرجاء الرياضي البيضاوي على الحالة الصحية لمدرب مندر الكبير بعد تعرضه لواكا صحية في الفترة الاخيرة امام الشائعات الاخيرة حول هذا الموضوع اصدر النادي البيضاوي بيانا رسميا اكد فيه ان مندر الكبير خضع الفحوصات طبية معمقة غادر المصحة منذ يومين باذن من الاطباء بعد الاطمئنان على حالته الصحية واضاف ان مندر سيستفيد من راحة استنادا للفحوصات والتقارير الطبية وسيشرف على تداريب مساعده خالد الملهي اللحين عودت المدرب لاستئناف نشطيها ويستعد الرجاء المباراة المتبقية من الدول المغربي بعد خروجه من منافسة على اللقب حيث يحتل المركز ساديس براسي 36 نقطة كما تنتظره مباراة قوية امام جاره الويداد في النصف النهائي كأس العرش لم يتم تحديد موعدها لحد الان وما زال عقد مندر الكبير سريل لموسم اخر لكن الغموض يسيطر على مستقبله بعد انتخابه رئيس جديد للندي وهو محمد بضريقة قام محمد بضريقة رئيس نادي الرجاء الرياضية يوم امس الاثنين بتعيين عادل باقيل مسؤولا عن كل ما يخص الفارق الاول وذلك خلال اجتماعي باللاعبين والطاقم التقني وعلمت المصادر ان بضريقة قام باعطاء مهم جديد لعضو المكتب المديري عادل بقالي حيث تم تعيينه مسؤولا جديدا عن كل ما يخص الفارق الاول للرجاء واخبر رئيس الرجاء الرياضي اللاعبين بهذا التعيين في الاجتماع الذي جمع الطرفين يوم امس الاثنين ويصر الى ان محمد بضريقة جوال رئاسة الفارق الاخضر خلفا لعزيز البدراوي بعد فوز بانتخابات يوم الجمع الماضي متغلبا عن منافسه ساعي شعبانا شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر